وده سؤال طبيعي جداً أحمي نفسي إزاي من الحسد لأن الناس محتارة لأن ده أثر غيبي والأثر الغيبي معرفش هيجيلي منين مش شيء معين شايفه فلما شوفه هتحصن منه أنا معرفش من اللي بيبصلي بشكل سلبي إذن القضية أنت مش هتعرف لو أنت محتار تحمي نفسك من الحسد مش هتعرف أنك أنت تمسك العيون الشريرة لكن هتعرف أنك أنت زي الدنيا برد كده تلبس الجاكت بتاعك مش هتعرف تغير البرد اللي بره بس تلبس الجاكت اللي حصنك وده وجب اكتجاه نفسك إنك تحصن نفسك من أي شر إن لنفسك عليك حقاً لو أنت مؤمن فعلاً بما ذكر في القرآن والسنة من أن العين حق طيب سأقبل ما أقولك تحصن نفسك إزاي عشان نقطع الحيرة دي وبالك يستنيح عايز أفكرك أنك إذا تحصنت اطمئن مش ممكن تتحصن بالله سبحانه وتعالى وتبقى ضعيف أبداً أمام هذه الطاقة السلبية الضعيفة عقيدة المسلمين إن ما فيش نفع ولا ضر إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يضر الضار إلا إذا وافق الأقدار فمبدئياً لما أقولك التحصينات دي اتحصن وأرجوك استقر بقى استريح اقطع الحيرة اللي جواك تقعدش تجدب علشان تداري النعمة أو تدعي المعاناة ما أنت محصن نفسك تحصن ثم اطمئن هتحصن نفسك بحكتين الحصن الأول حصن ذكر هذه الأذكار لها أثر في عالم الغيب لأن الحسد طاقة سلبية في عالم الغيب فانت عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى هو اللي يديك الدواء هو اللي يعرف تأثير الغيبيات فاكر الخمسة وخميسة فتكر معايا كده خمس أذكار واجبك تجاه نفسك وهم سهلين جدا أنك تحصن نفسك بيهم ما نبقاش يا جماعة ليه النهار بننشر صورنا على الفيسبوك أو النعمة في إدينا وبعدين نشتكر من الحسد وإحنا مش بنحصن نفسنا فلو أنت محتر تعمل إيه هم خمسة الفاتحة كل الناس حفظاها الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة والسلام قال اقرأ الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء ثلاثة مرات تكفيك من كل شيء تحميك من أي حاجة فاتحة أعظم رقية قل هو الله أحد المعوذتين ثم التعويذة اللي كان بيعوذ بيها سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وكان بيعوذ بيعوذ يعني يحمي وبيعوذ بيها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة يعني إيه عين اللامة؟ يعني عين بتنظر نظرة تلام عليها نظرة مش حالو أعوذ بكلمات الله التامة احفظ من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة طب والخامس الخامس هو تحصين سيدنا جبريل للنبي لما شاف النبي مريض وقال اشتكيت يا محمد حديث صحيح مسلم قال نعم يا جبريل قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك اللي مش حفظها يدور عليها سهل أو الانترنت موجود أو في كتاب حصن المسلم أو يسمع الحلقة تاني تحصين جبريل للنبي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك دول خمس تحصينات إن لنفسك عليك حقا وحصل عيالك لو كانوا لسه صغيرين مش بيعرفوا يقولوا التحصينات دي وشغلها في الكاسد في البيت بحيث أنك أنت تبقى تذكر ربنا ثم تطمئن إيه التحصين التاني لو أنت بتسألني محتار ومش عارف أعمل إيه في الأثر الغيبي ده تواضع بالنعمة يعني إيه تواضع بالنعمة ما تستنفرش النفوس الهشة إنها تحسدك عن طريق أن أنت تتفاخر بالنعمة على حد ما عندوش ما بقولكش الداري بس في حاجة كده في القلب السوشال ميديا بقت فطحاها قوي فكرة أنا باكل إيه وعايش فين وبخرج فين بطريقة فيها مفاخرة علشان تقول أن أنا من السوشال ستاندر ده ومن المستوى ده ومخد بالك أنت بتتكلم مع مين في قلوب ممكن تتأثر بالموضوع ده قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد والشاعر يقولك أذق غيرك من نعمتك تصف سريرته ويتمنى بقاءها ولا تتعالى بنعمة على فاقد فتكوى بنار أنت أشعلتها تتعالش بالنعمة على حد فاقد النعمة دي تواضع بالنعمة كده ودوأ الناس من خيرك يدعو لك بالبركة يبقى لو أنت حائر أعمل إيه علشان أحمي نفسي من الحسد أديني قلت لك تحصن ثم اطمئن خمس أذكار اسمع الحلقة تانية عشان تعرفهم كويس ثم تواضع بالنعمة وأنا أتمنى أن احنا نضع الحسد في قلوبنا في الحجم اللي ربنا يحب أن يراه في هذه القلوب المؤمنة أن النافع والضار هو الله